مع اشتداد سباق الانتخابات الامريكية واصابة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا يتطلع المراقبون الى ما سيحدث افقا لتطورات الوضع الصحي لترامب سيناريوهات كارثية من نظاره هذا ما قاله تقرير لشباكة NBC News الاخبارية الامريكية فترامب يواجه منافسه جو بايدن في اسوء توقيت بعد اصابته بالفيروس كما يقول التقرير في ظل انتقادات لطريقة ادارته لازمة كورونا في البلاد ما يطرح تساؤلات منها ماذا لو توفي ترامب او لم يعد قادرا على اداء مهامه كرئيس او انسحب احد مرشحي الانتخابات المتبرع الابرز للجمهوري ندان ابرخارت قال انه لم يسبق ان انسحب مرشح قبل خمسة اسابيع من موعد الاقتراع الا ان دخول ترامب الى المستشفى اثار هذا الاحتمال الدستور الامريكي ينص على حالتين فقط يمكن فيهما استبدال الرئيس بنائبه في حال وفاته او عزه عن ممارسة السلطة كما ويمكن ان تحصل سيناريوهات اخرى في حال وفاة ترامب البالغ من العمر 74 عاما او منفسه الديمقراطي البالغ من العمر 77 عاما قبل انتخابات الثالث من تشرين المقبل دراسة للجامعة الامريكية بواشنطن اعتبرت انه من غير المرجح قبول معظم الديمقراطيين بتأجيل الاقتراع بينما يتصدر بايدن استطلاعات الرأي وفي كلتا الحالتين يتم اختيار المرشح الجديد باغلبية بسيطة وتضيف الدراسة وبعد ان طبعت عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع فلا وقت لطباعة بطاقات اخرى باسمي المرشحين لمنصب نائب الرئيس مايك بنس وكاميلا هاريس فيما صوت حتى الان اكثر من ثلاثة ملايين ناخب عبر البريد بسبب جائحة كورونا ووفقا لدراسة اخرى اجرتها جامعة فلوريدا فقد تم تجاوز الوقت المحدد لتسمية مرشح في عدد من الولايات الامريكية وهو ما يربك السباق الانتخابي بحسب محللين